لمن لم تكن لهم أعين يسمعون بها هذه بلغة الإشارة كلمة شكر لله تستحضر جهد المثابرة بين يدي نجاح دفعته الأولى قيد التكريم غدا تتخرج بعد مسيرة تحصيل عنوان تمييزها الجامعة الإسلامية بغزة تكريم سبقت نسخته بفارق عام أختها مسجلة بلغة الأرقام انتظام أربعة عشر ومئة خريج تفاصيل توزيعهم ثلاثة وثلاثون طالبا وإحدى وثمانون طالبة حمل كل مرئ منهم مع شهادة الجامعية مكرمة مالية قدرها 500 دولار أما نسخة التخرج الثانية الموسمة وسابقتها بفوج الأمل فقد احتفرت جهات إشرافها وتنظيمها بقدم الرعاية ويد الدعم في مشروع تطوير وضع له مطلقه عنوان تحسين وصول طلبة الصم وضعاف السمع للتعليم العالي في قطاع غزة يحمل توقيع برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة ومؤسسة الفاخورة القطرية التابعة لمنظمة التعليم فوق الجميع تمويلا والبنك الإسلامي للتنمية إدارة وجمعية الهلال الأحمر القطري بشراكة مع نظيرتها الفلسطينية تنفيذا ووزارة التربية والتعليم العالي جهة مساهمة الجامعة الإسلامية المستضيفة كانت قد مهدت للحدث في نسختيه بافتتاح قسم للتقنيات المساعدة عد في حينه الأول فلسطينياً وحدت إدارة الجامعة بين يدي تدشينه هدف التمكين الأكاديمي للطلبة الصم في مستويات الدراسة العليا معلنة استحداث قسم الدبلوم المهني للصم المجتمل على تخصصي التفكير الإبداعي وصيانة الحاسب والأجهزة الذكية بهو قاعة المؤتمرات الكبرى المركزية بالجامعة ملأه الحضور الرسمي والتمثيل النوعي وشغل منصة حديثه الرصيد العلمي والأداء الإبداعي الذي كان من جمهور إشادته الرئيس السابق لكلية الجراحين الملكية في إنجلترا الذي يصنف أول جراح قلب في المملكة المتحدة الجراح البريطاني قدم بين يدي الإشادة إبداء سعادته بتجربته الشخصية في الانخراط في كثير من الأنشطة الطبية التي نظمتها الجامعة الإسلامية مبديا رغبته في توسيع الجامعة برنامج الدبلوم المقدمة للطلبة الصم حتى يصبح برنامجا متكاملا في الباكالوريوس على حين كشف الدكتور عادل عواض الله رئيس الجامعة الإسلامية في غزة سعي مؤسسته بالشراكة مع جامعة فيينا في فتح أول برنامج باكالوريوس كامل لتعليم الطلبة الصم